من الميادين السلام عليكم وإلى العالم مصادر تتحدث عن نقل جماعة الخوض البيضاء شحنات من الكلور من إلى محافظة إدلب ودمشق تحذر من حملة غربية جديدة بشأن استخدام أسلحة كيميائية الأمم المتحدة تحذر من موجة ثالثة للكوليرا في اليمن نتيجة لتدمير محطات المياه النظيفة والبنى التحتية كندا تنتقد السعودية مجددا بسبب ملفها في مجال حقوق الإنسان بكين تفرض رسوما جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 16 مليار دولار ردا على عقوبات واشنطن أهلا بكم نقلت وكالة سبوتناك عن مصادر محلية في محافظة إدلب السورية أن عناصر من جماعة الخوض البيضاء نقلوا شحنة من ثمانية براميل من معمل متقصص في إعادة تصنيع مادة الكلور في منطقة أطماء إلى الحدود التركية ووصلوا بالشحنة إلى منطقة جسر الشغور الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة الوكالة أشارت إلى أن نقل شحنة الكلور تزامن مع علان النفير ضمن جماعة الخوض البيضاء واستدعاء عناصر الاحتياط في عدة مناطق في إدلب إلى ذلك أعلن مصدر المسؤول في وزارة الخارجية السورية أن حملة تهديدات والتضليل ضد سوريا من قبل واشنطن ولندن وباريس تأتي في إطار استمرار دعمها المعلن للمجموعات الإرهابية المصدر أكد أن تهديد دول الثلاث في بيانها بالرد على أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل دمشق يأتي إثر هزيمة حلفائها الإرهابيين في مواجهة الجيش وحلفائه وأضف أن سوريا أكدت ميرارا أنها لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وتدين استخدامها قتل خمسة مسلحين من ناية تحرير الشام بإطلاق نار قرب قرية أشيخ يوسف في منطقة سهل الروج غرب إدلب في سياق المتصل نجى الشرعي في جبهة النصرى أبو اليقظان المصري من محاولة اغتيال تعرض لها على مدخل قرية بارنا في ريف حلب الجنوبي فيما لم يعرف بعد مصير قيادي النصرى الذين كانوا برفقة المصري وتعرضوا لإطلاقنا تتزايد سرعة الأداد لمعركة إدلب المرتقبة في وقت أدركت في جبهة النصرى أن خيار المواجهة بات أمرا محسوما ولا بديلا منه تقرير لرضا الباشا عال هو صوت قرع طبول الحرب في إدلب جبهة منطقة مساحتها 11 ألف كيلو متر مربع بدأ العد العكسي لمعركتها أيقلت هيئة تحرير الشام أنها الهدف الأول للمعركة فشل رهان الهيئة على نقاط المراقبة التركية في حمايتها فالدولة السورية ماضية في تحرير كامل جغرافيا البلاد والأولوية للجبهات مع الفصائل المسلحة المصنفة إرهابيا أمام هذا الواقع تحولت جبهة النصرى من داعم لنقاط المراقبة التركية إلى منتقد لها وعلى أهلنا أن يدركوا أن نقاط المراقبة التركية في الشمال لا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة العدو ولا يغرنكم معود هنا أو تصريحات إعلامية هناك فالمواقف السياسية قد تتغير بين التو واللحظة كلام الجولاني حسم الأمر معركة إدلب قاب قوسين والخيار واحد المواجهة جولات ميدانية لقادة هيئة تحرير الشام على خطوط التماس تحصين الجبهات في محاولة لإعاقة الجيش السوري إذا ما أعلن بداية المعركة خطوات تزامنت مع الدفع بعشرات المقاتلين إلى الجبهات استعدادا للمواجهة استعدادات تتزامن مع هاجس لدى النصرى من المصالحات مع الدولة السورية خطر يدق أبواب الجولاني أعلن الرجل عن حملة أمنية وصفها بالحملة ضد دفاضع المصالحات على حد تعبيره وقد حاول النظام وحلفاه أن يتبعوا نفس أسلوب ما يسمى بالمصالحات الذي أسقط به مناطق الجنوب إلا أن إخوانكم في الشمال من كافة الفصائل المجاهدة كانوا مدركين لمخططات العدو فقمنا بمواجهتها واعتقلنا رؤوسهم وأفشلنا خطة النظام في الشمال المحرر أكثر من خمسمائة شخص اعتقلوا في الحملة التي أطلقتها النصرى قبل أقل من شهر وطالت كل من يفكر في التواصل مع الدولة السورية من أهل إدلب هاجس تزامن مع منع كل شاب تجاوز الخامسة عشر من مغادرة إدلب قبضة أمنية انعكست موجة اغتيالات جديدة استهدفت قادة النصرى وكان آخرها محاولة اغتيال الشرعي أبو يقضان المصري وعدد من قادة النصرى أثناء تفقدهم جبهة ريف حلب الجنوبي قرب قرية برنا أعلنت وزارة الدفاع الروسي أن سلاح الجو السوري رصد ودمر ثلاثة طائرات هجومية مسيرة أطلقها مسلحون جنوبية محافظة إدلب وقال بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الطائرات أطلقت من الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة على الأطراف الغربية لقرية أبو دالي في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب عبر نحو ألف مدني من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة في إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة السورية وتركزت الحركة الكثيفة على معبر أبو الظهور الإنساني الذي تم افتتاحه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وكان اليوم الأول لافتتاح المعبر قد شهد عبور ثلاثمائة عائلة سورية من مناطق سيطرة تنظيم جبهة النصرى باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية حذرت الأمم المتحدة من موجة ثالثة للكوليرا في اليمن نتيجة لترد الخدمة جراء القتال الدائر وتدمير محطات المياه النظيفة والبنى الأساسية في اليمن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاليك دع الأطراف المتحاربين إلى احترام القوانين الدولية ذات الصلة مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يؤكد ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا ما يزيد القلق من احتمال نشوء موجة ثالثة من الوباء موظفو الإغاثة يعملون مع شركاء آخرين على تطعيم 385 ألف نسمة في محافظتي الحديدة وإب والمكتب منزعج من الضرر الذي لحق بمرافق المياه والخدمات الصحية ووسائل النظافة نتيجة النزاع فبلوغ هذه الخدمات حاسم من أجل منع تفشي الكوليرا لذا يتعين على كل الأطراف احترام واجباتهم تحت القانون الإنساني الدولي من أجل حماية المدنيين وبناهم التحتية أفادت مصادر محلية الميادين بمقتل شخص وجرح ثلاثة في اشتباكات بين مصالحين قوى قوات من الحزام الأمني المدومة إماراتيا في عدن جنوب اليمن إلى ذلك استشد ثلاثة مدنيين في غارات للتحالف السعودي على منزل في عبس بحجة غرب اليمن في الأثناء أعلن مصدر في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء مقتل ويصابة 103 من قوات هذه والتحالف السعودي بكمينا في محافظة الحديدة وقال المصدر أن الجيش اليمني واللجان نفذوا كمينا محكما لعدد كبير من أفراد اللوائين التاسع والثالثة عمالقة التابعين للقوات المشتركة قرب سوق منطقة الجبلية بمدرية التحيطة جنوب الحديدة وأشار إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 46 عنصرا وجرح 57 آخرين أكد وزير الأوقاف السعودي عبداللطيف الشيخ في تصريح صحفيا أن إسرائيل لم تمنع مواطنيها من الحج بحسب تعبيره فيما هناك دول منعت هذا الأمر عن مواطنيها على حد قوله ومن لم يأتي فالحمد لله رب العالمين هذا حج وركن من أركان الإسلام لا يستطيع أحدا أن يفرضه على أحد ولا يستطيع أحدا أن يمنعه من أحد ولكن أثار تعجب أن دولة إسرائيل على ما نعرف عنها بالشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من قدوم إلى المملكة لآداء فرضهم أما إحدى الدول كما علمنا أو بلغنا بأنها منعت حجاج بيت الله وهذا يعتبر سقطة كبيرة جدا جدا لمن قام بهذا التصرف فلا يمنع أحد من الحج ولا يمنع أحد من عبادة الله سبحانه وتعالى ومن قام بهذا الفعل فإنه حريا بالعقوبة من الله رئيس تجمع العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود رأى أن تصرحات وزير الأوقاف السعودي تعد خطوة من خطوات تطبيع مع إسرائيل يعني المقصود خطوة تطبيعية نعظم أنها لها علاقة فعلا بالحج أو بمنع الحج أو بتيسير الحج مقصود أن تذكر كما ذكرت يا حضرتك أن دولة إسرائيل هناك طبقة وشريحة واسعة من العالم الإسلامي والعربي أصبحت تعلم الدور السعودي ولا يخفى عليها ما تفعله في اليمن وما فعلته في سوريا وما تفعله في المنطقة بشكل عام يعني هذه الفئة ستزداد قناعة بأن السعودية تخطو خطوات فعلية وجدية نحو التطبيع بدورة دعا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الدوحة علي الهيل إلى إدارة إسلامية أو دولية للحج بمعزل عن الرياضة وقال أن سعودية تستخدم الحج للربح التجاري وكوسيلة للضغط على الدول الأخرى سعودية الآن أصبحت دولة غريبة جدا وتصدر منها تصريحات لا علاقة لها بالدين بالمناسبة أنا أدعو إلى إدارة دولية أو إدارة إسلامية تقوم بالعناية بالحج والأماكن المقدسة وأن لا يكون الحج فريسة للحكومة السعودية الدكتاتورية الفاسدة قال النطق باسم حركة أنصار لمحمد عبد السلام أن تصريحات وزير الأوقاف السعودي بوصف الكيان الصهيوني بأنه دولة هي تصريحات غير بريئة على حد تعبيره وفي تغريدة على موقع تويتر أشار عبد السلام إلى أن التصريحات حول عدم منع الكيان الصهيوني للحجج الفلسطينيين خطيرة وقد تؤسس لمعادلة الحج مقابل الاعتراف بإسرائيل وعلى المسلمين أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان أعربت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عن قلقها إذا ناشطة أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان مزجونة في السعودية بحسب ما نقلته صحيفة جلوب أند ميل الكندية وقلت الصحيفة أن مكتب فريلاند أصدر بيانا قال فيه أن كندا تشعر بالقلق الشديد من اعتقال ناشطات سعودية في مجال حقوق الإنسان وأفادت بأن البيانة صدر بعد سؤال الخارجية عن قضية الناشطة السعودية المعتقلة إسرائيل غمغام وكانت تصريحات كندية مماثلة أثارت أزمة بين السعودية وكندا قالت منظمة يومن رايتس ووتش أن النيابة العامة في السعودية طلبت الإعدام لخمسة ناشطين حقوقيين من المنطقة الشرقية بينهم الناشطة إسرائيل غمغام وقالت المنظمة أن السعي إلى إعدام ناشطين مثل الغمغام وأشخاص غير متهمين حتى بأعمال عنف أمر فضيح عندما التقطت هذه الصورة لإسراء مطلع التسعينيات لم يكن لدى أهلها في منزلهم المتواضع اعتقاد بأنها ستواجه خطر الإعدام الإسم إسراء الغمغام من موليد عام 1990 أما التهم فهي قائمة طويلة تراوح بين السعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية وأحداث أعمال شغب كلمات كثيرة لاختصار واحد هو النشاط الحقوقي إسراء ليست وحيدة في هذه القضية إلى جوارها أربعة متهمين آخرين يواجهون خطر الإعدام هم زوجها موسى الهاشم وأحمد المطروض وعلي عواشر وخالد الغانم إضافة إلى مشتبى لمزين الذي يواجه حكم السجن المؤبد تهم الجميع تتمحور حول نشاطهم في الحراك المطلبي وتنظيمهم ومشاركتهم في التظاهرات وتواصلهم مع معارضين في الخارج وسفرهم إلى إيران وهي كلها أنشطة تندرج ضمن إطار حرية الرأي والحقوق السياسية وتكفلها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وهذا ما دفع مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومرايتس ووتش للقول إن كل أعدام مروع لكن السعي إلى أعدام نشطاء غير متهمين حتى بأعمال عنف أمر فضيع تطالب النيابة العامة إذن بالأعدام لهؤلاء المتهمين صحيح أن الحكم لم يصدر بعد لكن وقائع للجلسة الأولى غير مطمئنة بحسب الناشطين الحقوقيين إذ عقدت للجلسة من دون حضور محامين أو وكلاء أو أسر المتهمين كما أن للسعودية صوابق مشابهة مقلقة إذ أعدمت من قبل النشطاء لدوافع سياسية ولا سيما في المنطقة الشرقية من البلاد والغمغام ليست النشطة الحقوقية الوحيدة المعتقلة في السجون السعودية فهناك قائمة تشمل أكثر من 11 اسما منها نعيم المطروض ورقي المحارب وسمر بدوي والأسوأ من ذلك كله هناك قاصرون كالفة محمد علي النمر ابن أخي الشيخ نمر النمر الذي حكم بالأعدام بعد اعتقاله قبل أن يكمل الثمانية عشر عاما عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عادل سعيدة كده أن الإصلاحات التي أعلن عنها في السعودية شكلية وفي حديث إلى الميدين قال سعيدنا الأجهزة القضائية في السعودية تتعمد التعتيم الإعلامي على قضايا الناشطين طبعا هناك الزياد في حالة الاعتقالات وحالة الإعدام أيضا ولم يقتصر الموضوع الآن في هذه الفترة على المعارضين إلى الدولة أو الذين يمكن يكون نشاط معين وإنما أيضا نسحب على الموالين إلى النظام والذين معروفين بعلاقة طيبة وابسيدة بالنظام النظام حاليا والسياسيين الذين يديرون دفة الحكم في البلاد لا يقبلون أي انتقاد حتى وأن كان بسيطا وإلى مصلحتهم ولاحظنا انتقالات في شريحة مثلا رجال دين معروفين بعلاقتهم مع الدولة كتاب وغيرهم يعني حالة غريبة لا أحد يستطيع تفسيرها حتى هذه اللحظة نفى وزير النفط السعودي خالد الفلح صحة ما تنقلته ويكالة رويترز حول نية السعودية إلغاء طرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية وقال إن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر وصفتها بالرفيع أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة أرامكو الذي كان سيعد الأطخم من نوعه في التاريخ وقالت المصادر أنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج فاصل ونواصل أهلا بكم الجديد حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو من خطر اندلاع حرب واسعة في قطع غزة بسبب التوتر مع إسرائيل وخلال جلسة للإحاطة الشهرية بالوضع في غزة طلبت ديكارلو من مجلس الأمن السعية إلى دفع عملية التسوية على مدى عدة أسابيع بذل المنسق الخاص ملادينوف جهودا لا مثيلة سابقة لها مع الحكومة المصرية والعديد من الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الحؤول دون اندلاع مواجهة مدمرة أخرى ولتلبية احتياجات الفلسطينيين الإنسانية ولدعم المصالحة الفلسطينية أما العنف المتكرر الذي نشهده فيبرز أهمية هذه المبادرة ديكارلو وصفت اعتماد قرارات لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية بغير الشرعي وبأنه يعطل الحلول في مطلع هذا الشهر قررت الإدارة المدنية الإسرائيلية توسيع الحدود البلدية لمستوطنة أميتشاي لكي تضم المستوطنة العشوائية أدي عاد وإذا نفذ هذا الأمر فإنه سيعد بمثابة شرعنتين للمستوطنة العشوائية تحت القانون الإسرائيلي الصادر عام 2014 وهنا أشدد على الموقف الأممي الثابت لأن جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة غير شرعية تحت القانون الدولي وتعد عقبة في وجه السلام فرضت الصين رسوما جمهورية على منتجات أمريكية بقيمة 16 مليار دولار ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة وتأتي هذا الرسوم الصينية ردا على مجموعة جديدة من الرسوم الجمهورية الأمريكية المشددة على المنتجات الصينية المستوردة ومن المقرر أن تفرض واشنطن مجموعة جديدة من الرسوم في أيلول ستمبر المقبل تشمل منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الأمريكية ضد بلاده بأنها ذات نتائج عكسية ولا معنى لها لافتاً إلا أن القمة الأخيرة مع نظيره الأمريكي كانت مفيدة وعقب لقائه نظير الفنندي في سوتي اعتبر أن الحلف الأطلسي يقرب حشودها العسكرية من الحدود الروسية مؤكداً أن بلادها ستعز بنيتها التحتية العسكرية رداً على ذلك العقوبات والإجراءات الأمريكية ضد روسيا ذات نتائج عكسية وعديمة المعنى أمل أن يدرك الزملاء الأمريكيون أن هذه السياسة لا مستقبل لها وأن نبدأ التعاون بشكل طبيعي اعتبر رئيس الأمريكي دون ترامب أن الأموال التي يقرى محامها السابق مايكل كوهين بيدفعها قبل الانتخابات الرئاسية لا تشكل انتهاكاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية وأشدد ترامب في مقابلات تلفزيونية على أن تزديد الأموال ليس انتهاكاً للحملة لقد عرفت ذلك لاحقاً لكن الأموال لم تدفع من صندوق الحملة أنا دفعتها وكتبت تغريدة في هذا الشأن هذا ليس انتهاكاً للحملة الرئيس السابق باراك أوباما ارتكب مخالفة كبرى لكن المدعي العام حينها كان شخصاً آخر وطعط مع الأمر بشكل مختلف أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن رئيس دون ترامب ورئيس الوزراء الياباني شنزو آبي اتفق خلال مكالمة هاتفية على مواصلة دعم العقوبات ضد كوريا الشمالية ساندرز أكدت أن ترامب ليس قلقاً من احتمال طورته من قبل محاميه السابق مايكل كوهين بعد أن تعاون الأخير مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر وقالت أن ترامب يعلم أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه ليس هناك تواطئ 12 مليار دولار قيمة العجز المتراكم في اقتصاد باكستان الحكومة الجديدة برئاسة عمران خان قدمت حلولاً اقتصادية ومالية جديدة ترتكز على إصلاح النظام الضريبي واسترداد الأموال العامة المهربة وإنشاء صندوق خاص للمستثمرين الباكستانيين ويترقب المواطنون الباكستانيون انعكاسات الإجراءات الجديدة على معيشتهم وحياتهم اليومية باكر يونس باكستان والأزمات الاقتصادية والإصلاحات المطروحة لحلها كانت أساس الحملة الانتخابية التي أوصلت عمران خان إلى رئاسة الحكومة عمران خان وفي أول خطاب رسمي له بعد توليه منصب رئاسة الوزراء أوضح أبرز معالم مخططه لحل الأزمة الاقتصادية المتمثلة في فرض إنشاء لجنة خاصة لجلب الأموال المهربة خارج البلاد ولدعم هيئة المحاسبة الوطنية لملاحقة الفاسدين ووقف عمليات غسل الأموال التي تصل إلى نحو عشرة مليارات دولار بحسب قول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان توجه باكستان الآن حالة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخها فالدين العام وصل إلى 91 مليار دولار وهو يتضاعف من دون توقف لابد أن نضع حدا لهذا الدين الخارجي الذي يقارب 92 مليار دولار وهو أخذ في الازدهاد أحد أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة لا سيما مع محاولات البقاء بعيدا عن صندوق النقد الدولي فوزير مارياتي أوضح أن الحكومة ستقرر خلال المائة يوم من توليها السلطة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو اتباع خطة الحكومة السابقة بإبقاء صندوق النقد الدولي بعيدا عن باكستان التوصل للحصول على قروض من الدول أو المؤسسات الخارجية أمر مخزن بحسب ما وصفه رئيس الوزراء هو قرر تطبيق إجراءات مختلفة واتباع سياسة جديدة ترتكز على توسيع دائرة دافعي الضرائب وتعديل النظم الاقتصادية أعتقد أنه جاد في محاولة البقاء بعيدا عن صندوق النقد الدولي وتوضح المؤشرات الاقتصادية إلى أن باكستان بحاجة إلى دين يقدر بنحو 12 مليار دولار لتتمكن من تجاوز العجز في الميزانية الداخلية ناهيك بالعجز في موازنة التجارة الخارجية وقطاع الطاقة ترى حكومة الائتلاف التي شكلها عمران خان أن الحل الأساسي للأزمات الاقتصادية يكمن في استرداد المال الباكستاني المهرب إلى الخارج وستعمل الحكومة على تشكيل لجنة خاصة لاسترجاع هذه الأموال وإلى أن يتحقق ذلك يبقى الدين الخارجي في ازدياد والضاربة في ارتفاع والمواطن في حالة ترقب لما سيواجهه اقتصاديا بكر يونيس اسلام أباد الميادين انتشرت منذ عدة سنوات موسيقى الشوارع في العاصمة الإيرانية حيث يقوم هوات بتطوع للعزف في الشوارع والأماكن العامة ولسيما في الحدائق المنتشرة في طهران من الحمرية هكذا يتحدى صوت السلام صوت الحرب ويعلو صوت الإنسانية على العقوبات ولو كانت الأشد في التاريخ لا شيء تغير في هذه الأنغام فما قبل العقوبات الأمريكية وما بعدها هي الألحان نفسها عن الحب والأمل اعتادت أن تعزفها هذه الفرقة الصغيرة في إحدى الحدائق العامة في طهران نعزف لأن الموسيقى غذاء الروح ومن دونها لا نستطيع العيش ونأتي إلى هنا حتى يفرح الناس معنا ويستمتعوا بالموسيقى هنا تجد الألحان كلها حتى الشعبية منها تحكي التنوع والتعايش القومي في إيران هذا الناي أنبون سافر على امتداد جغرافيا إيران ليصدح بأنغامه التي طالما أطربت سكان الجنوب وكما تحمل الموسيقى رسالة السلام هي تبعث برسائل أخرى يجتمع فيها التوجيه والإبداع فتعزف المكنسة أحلى الألحان هذا العمل هو الأول من نوعه في العالم دعما لعمال النظافة وحفاظا على البيئة لقد حولت المكنسة التي تنظف الأوساخ إلى آلة موسيقية من أجل هذا الهدف الموسيقى المتنوعة التي نسمعها رائعة وتريحنا كثيرا وتنسينا الكثير من الضغوط النفسية والمعيشية ولو لفترات قصيرة تزداد الموسيقى شبابا مع تقدم العمر كما قال لنا هذا العازف الذي يتردد إلى هنا منذ ثلاث سنوات مع بداية رواج ظاهرة موسيقى الشوارع في طهران التي باتت تشكل جزءا مهما من ثقافة العاصمة المكتظة بالسكان علها تخرق بين الحين والآخر ضجيج المدينة وسخبة ما شاهدناه وسمعناه ليس كل الحكاية فما خلف هذه الصورة وهذه الأنغام شعب عرف الموسيقى منذ القدم فأطقن أنغامها في الحرب والسلم في كل المقامات وإن حكت هذه الأنغام لن ترويه إلا إرادة الحياة في زمن العقوبات من حمرية طهران الميدي إلى العنوين مجددا مصادر تتحدث عن نقل جماعة الخوض البيضاء شحنة من الكلور إلى محافظة إدلب وديمشق تحذر من حملة غربية جديدة بشأن استخدام أسلحة كيميائية الأمم المتحدة تحذر من موجة ثالثة للكوليرا في اليمن نتيجة لتدمير محطات المياه النظيفة والبنى التحتية كندا تنتقد السعودية مجاددا بسبب ملفها في مجال حقوق الإنسان بيكين تفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 16 مليار دولار ردا على عقوبات واشنطن المزيد من الأخبار والتقارير زون موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين من لغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء